السلام عليكم متتبعي قناة سيام كديري لبسي لكم صباح الخير لكم حيث عندي انا دبا الصباح فقط لقي تراجلي مشال المرسى جاب لي الحوت عندي هنا هاد الباستيا دي جاب لي واحد الانواع دي الحوت عندي الباستيا كتغس لها دبا خالتي زوينا بزافي هال الحم كتر من الشوك وهذا اللويزي كيقولوا ليه اللويزي الى الشتيف شوف اللو لك اتحابي لانشوبة انا جاني بحل لانشوبة ولكن هو مشي لانشوبة هو زوين عليه وبنين اسمته لويزي معروف باللويزي وعندي كذلك هنا يا بوزروك درتو هنا يا رات تغسله واحد ستاد الغسلات ولا سبعة وعدرنا له الخل وحطيناه في الماء غادي نخليه واحد نصا عانيت في الخل مزيان والماء عاد من بعد غادي نصفيه باش قاعد الحاجة اللي خايبة وتحيد ليه دك شي ديالو دك زبي الحشاكم اللي كيكون فيه ديالو دكة لوان شابه باش ترقد في الخل هنا يا عندي هدا ديالا بوزيف اللي اول مرة في الحقيقة غادي نديرو وقلت نشاركو معكم لان انا معول شاقع نصور هادي الفيديو عندي فيه واحد جوش كيلو ديال الهبرة وغالي في المارشي ولكن إلا مشيته للمرصة أورير الأورير بالضبط كي يكون ما عالتوش أورير ولا شبله مهم أورير كي بعلك تسمعتو قال لي مشيت الأورير في هذا الحوت شوية في المتناول ومتنوعه زوين كي تجيبوه بزاف أربعة الأنواع واللي عجبكم نحن جبنا جاب لنا الحوت اللي متيكونش عند الناس اللي كي يبيعوا الحوت هكا سواء اللي كي يجيو عندنا الزنقة هناية اللي ساكنين فيها أو الهناية في السوق الناموداجي اللي كنجيب منه أنا الحوت بزاف كنجيب منه الشرن وديال طاجين ولا هكا السردين ولا كان مشي في الحقها كنجيبه ولكن هادو ما إلا لحطرها مرونة الدنيا حيث ما معولاش باش نصور البطاطاكي ما جات وصلتها خليدها دماء الدكسو بيرات المهم ديروا رسكم مش توالو هاداك شي كان قطع دبا هديك الهبراء غادي نقطعها كلها ولكن ما غنديرها شي كاملة غادي نقسم إنها باش غن تغدو والباقي غن ديرو في الفريقوية إن شاء الله غادي نقطعو على شكل مربعات بحل كتقطعو الكاروات دياله مثلا البقري ولا هادا القطبان قطبان العاديين غير التتبيلا أو لا باش غادي نتبلهم اللي غادي يكون مختلف خالتي كتحت لي هديك الحود عادي تما كي نصفايا باش كي يقطر وكن حيد ليه واحد الجلدة كانت فيه في الحقيقة واحد الجلدة قاسحة واحد الجلدة ديرا قاسحة دبا نوريها لكم هي هدي قاسحة وغليضة هي اللي كان حيدو هي اللولا حيد وخا جابو بالعبار بقات فيه في واحد الطرف هديك الجلدة بسو بجوجهم في الطرف بقات فيهم الجلدة كنحيدها بشوية بشوية حتى كنخليها يغير الهبراء ببحدها كي يجي من قلد ما يكون انا ولدي من الناس اللي ما كي يكلوش الحود نهائيا ما كي يعجبوش الحود ولكن كيعجبو الكالامار ببحده والكالامار ببحده ورا كل شي كيعجبوه بطبيعة الحال وصبح الله هاد القطبان جوه وقيله بحل يال لدند حيث لدند كيحمق عليه وعجبوه زوين جام من قلد ما يكون وبهات التبيلة اللي غادي نشارك معاكم ما ديش يبال لكم قاع نهائيا واشحود عندي البابريكا اولا تحميرة شوية ديال الملحة شوية ديال البزار غير واحد شوية ماشي بزاف واحد معلقة صغيرة ديال الكامون عامرة واحد ضريس ديال توماء معلقة صغيرة ديال عامرة ديال الكاري اللي معروف كانت بلو بيه غير دجاج اولا لدند اولا الروس انا غادي نستعملوا اليوم احتف هاد السمك هادا كيجيل ديد به بزاف وكيغطي لك هذيك الماضاق ديال السمك وخيكون عندك الدراري صغير غادي يكلو لك هذوك القطبان عندي سويا سوس اولا سوس سوجا وعندي زيت البلدية فقط واحد الحامضة نص حامضة محصورة اسمحوا لي ما ذكرتهاش الدروري تزيدوها حيت كتعطيه واحد لسعة ديال الحموضة زوينا بزاف احنا يا من النوع نسابي وراجلي اللي كيحماقوا على شي حاجة اسمها الحوت ما عندهمش اهتمام كبير باللحم اكتر من الحوت الحوت ودجاج مرة مرة ولكن الحوت بزاف كيحماقوا على الحوت ماذا رايان وبتيسان ما ندونش مع الحوت بزاف شو رايان تيقول لي حيت مولي فني السوس سوجا كنديرها هدف الدجاج قال لي واش غا تديري معا ماما حتى هديزا رايزا ما كتديري عاش الدجاج ولا دند وهان توما غادي نتبل كل شي ونحرك مزيان ندخل معا الشرمولة ديالو ندير نحكي الي هادك الدريز ديال توما وصافي ونخليه يرقد مزيان مزيان حتى وكان نوجد الروز اللي غادي نرافقه معاه وواحد العاصر واخه العاصر في الحقيقة كنت عوالي عليه قبل ما يجيب الحوت المهم درتو حي درت دوكلافوكات حيتهم من الجردة من قبل وخليتهم في الفريغو تكونجلا وعندي الحليب صافي قلت الله وما غادي المهم عوالت عليه درتو ووجته صاف ما عنديش الليمون ولا غادي نحرك كل شي مزيان كيما قلت لكم زيت واحد نصيص ديال الحامضة ضروري تجدو واحد معلقة او لا نصي معلقة ديال خرقوم بلدي او لا الخرقوم عرق او لا عود كل واحد كيفاش كيقول ليه كل واحد ولا فاصن ديال هادرة ديالو كل واحد كيفاش كيهضر ولكن كلنا الحمد لله كيوصلنا المبتغى من الهدرة ديال كل واحد كان خلت كل شي مزيان وغا نغطيه بواحد سلوفان ونخليه كل ما خليته مشارمل كل ما كان احسن كيكون زوين غادي نطيبو اليوم في الفاخر انا يا المونتاج ديبا ماشي هو النهار اللي درت في هادا القطبان غير هاداك النهار مع والاش اصلا باش نصور قلت نشاركه معاكم وكن من بعد درتهم مازال واحد النهار اخر غير شي ربعات القطبان درت واحد الاكلة وماشي كل شي كي اكلها درتهم فالبانيني والله لجاوز ويني نطيبتهم فالبانيني من بعد غسلت البانيني ومسحتها مزيان سا في رجعات جديدة من بعد ما واجه ما درت مشاركش معاكم من روز من بعد نقول لكم ما شو ندرت فيه نسيت فاش كان نصور قلت لكم ما عوالاش باش نصور وانا شحال ما شديت الكاميرا باش نصور اراه قاعد الفيديوات بتلاتة اللي درت معاكم من بعد شهرين من الغياب اراه هم كان ديرهم وانا يلا بحال يلا دخلي اليوتيوب حالا عمري ما ما صورت فيديو والحتو في اليوتيوب وصافي وغادي ندير ده بعد القطبان هنديرهم كانت من الفيديو يا ربي اعجبكم وبصح تاخدوا على الفكرة راشوف ورالها برادية الحوت بتكون غير بحالا كده ممكن انكم تغيروها ماشي بالطرورة هاد السمك اللي اسميه ابو سيف او لا او لسبادان بالفرانسي هو ابو سيف اللي عندو واحد المنقار طويل بحال السيف كان يبالينا كنشوفوه حيث هو الحجم ديالوتي يكون كبير بزاف لهذا كي يديرو كيقطعوه وكي تباع بالكيلو ما يقدر واقي ليشيري كل شي هديك الحوته هكاك تبارك الله بذاك الحجم ما شاء الله مزيان شوية مره مره يبدل بنادم انا ما كنتش اندقاع مع الحوت ولكن دابا الحمد لله شوية بشوية حتى وليت انا كنستهلك الحوت بزاف حيث هو زوين بزاف خصوصا بالنسبة اللي بحالي عندهم القولون العصابي اللحم ما كاتعجبنيش انا وما كنستهلكهاش بزاف جيت هنا يلسطح باش نطيب هادوك القطيبات ديالي الفاخر شاعل كيما قيت لكم تقدروا تديروهم في شوية تقدروا تديروهم غير فالبانيني كي يطيبوك يكونوا زوينين ما كيما غير عقبيكم تشي واحد واجدرتهم فهذا زوينين تبارك الله كي يجيو زعمك تيجيو زوينين هادا هو الطبق ديالنا كيما قيت لكم العصر ديال لافوكال قطبان هما هادو وعندي الروز اللي درت فيه واحد خيزواء وتبلتو بشوية البزار شوية الملحة الزيت البلدية وشعيرات ديال هاداك زعفران شعراء هو اللي اعطاه هاداك اللون شوية ديال المادنوس كان هادا هو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى من كل قلبي يعجبكم وينال استحسانكم نطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله او لافوكال جديد